موسيقى في الصحف أو المواقع عن استعدادات النادي الأهل وخصوصا الفريق خلاص خلال الفترة دي أو خلال الوقت ده بتحديد ما متكلم معاكم بينهي حصته التدريبية الأولى في إطار الاستعداد لهذه المباراة بعد ما كانوا مبارح أجازة في البتالي ان شاء الله خلاص العد التنزول المباراة خلاص ابتدى مباراة مهمة جدا حلم كبير جدا بالنسبة لكل الأهلوية الفوز بطولة دورة أبطال أفريكا مش بس التأهل للنهائي ومن سما ان شاء الله المشاركة في كأس العالم الاندية بالتالي استعدادات قوية جدا من قبل النادي الأهلي والعبيه واجهازه الفني طيب طبعا مسانين تتعالكم معانا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا وسؤال حلقتنا النهاردة هل تستطيع مصر صناعة نجم آخر زي محمد صلاح أكيد نتمنى وحنشوف أراءكم وردود أفعالكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر وعنشترك الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة حيكون معنا الناقض الرياضي بالأهرام العربي لأستاذ زعناد ده أنور عشان نتكلم بشكل مفصل أكتر عن كل الأمور اللي موجودة على الساحة الرياضية المصري في شكل عام سواء منتخب مصر أو النادي الأهلي بالتحديد يلا نبدأ حلقتنا نروح نشوف أهم العالمين الأهلي عود للتدريبات استعداداً مواجهة ستيف يوسف يفشف موعد عودة أزار وحقيقة العروض الفرنسية وتطور إيجابي في البرنامج العلاجي لأجايا مصر تواجه تونس على ملعب برج العرب 16 نوفمبر المنبل موسيقى أجيري يطلب مواجهة البرازيل وأسبانيا والديان موسيقى وزير الرياضة يعلم نهاية أزمة محمد صلاح مع الجبلاء موسيقى وبعثة السباحة تعود من بلغاريا موسيقى زي ما تابعنا كده أهم العلوين الخاصة بحلقة النهاردة معظم الكلام أو معظم العلوين على استعدادات النادي الأهلي للمباراة المجبلة أمام فريق أوفاق ستيف مباراة مهمة جداً إن شاء الله النادي الأهلي يكون موافق فيها زي ما احنا عارفين فوزنا في ذهاب طبعاً الدور ده دور قبل النهاء أمام فريق أوفاق ستيف أستاذ السلام بن يتيجة 2-0 كانت قابلة للزيادة مع نهاية المباراة للأسف ما كانش فيه توفيق لبعض العابي والنادي الأهلي في إنهاء بعض الفرص السهلة اللي كانت ممكن ترايح النادي الأهلي في مورس العوجة لكن إن شاء الله لعابة النادي الأهلي قادرين إنهم يصعدوا من هناك من الجزائر وبتحديد ملعب ستيف ملعب 8 مايو ملعب صعب نديل صناعي جماهير متحمسة جداً جمهور الجزائرية عندهم أو بيخلقوا لنفسهم بعض الأمور التفائلية قبل هذه المورات إن شاء الله كل الأمور تكون في صالح الناجي الأهلي عشان يرجع ببطاط التأهل لنهائي هذه البطولة الغالية جداً لنا كلنا كأهلوية إن شاء الله نروح نشوف أهم العنوين في الصحف النهار الأهرام الأهلي عود للتبريب في التتش استعداداً لمفاق ستيف كارتيرون سكة بيلا حدود في اللعبين وعودة المصابين قوة إضافية الأخبار الأهلي مزاجه عالي قبل مواجهة وفاق الجمهورية الأهلي في الجزائر بالقوة الضربة الأخبار المسائية الأهلي يستعيد قواته عودة الخماسي وانتظام الدوليين يسعد كارتيرون قبل رحلة الجزائر روزا اليوسف تحذير للأهلي خلي بالك من ملعب الناش الوفاق رهيب على ملعب 8 مايو وكارتيرون يتسلح بالثقة وعودة المصابين المسا مضاعفة المكافئات سلاح الأهلي للفوز على وفاق ستيف كارتيرون اللاعبون متحمسون واللقب الأفريكي على بعض ثلاث خطوات الجمهورية طبيب الأهلي لا خوف على سليمان من الترتاج طيب نعلق على بعض الأخبار المهمة والليه زي ما احنا عارفين كلها في محيط استعدادات النادي الأهلي للمبراء المتقبة المقبلة ان شاء الله مباراة يوم الثلاث الجاي على ملعب 8 مايو في ستيف بتحديد في الجزائر وهتكون مباراة صعبة جدا بالتالي الأهرام قالت أن الأهلي عود للتدريبات في التتش استعدادة لمفاق ستيف احنا عارفين النادي الأهلي من كلها استعداده لهذه المباراة كان في مباراة ودية أول مباراة لفريق النادي الأهلي مع فريق المصرية للاتصالات وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 6-0 الطب من خلالها الجهاز الفني بتيادة مستر فاتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف على عدد كبير جدا من اللاعبين قبل مباراة مرتقبة زي مباراة توفاق ستيف النتائج من هذه المباراة جيدة جدا وكان أبرزها عودة ساعة سامير لمشاركة والاتمئنان عليه بشكل كبير جدا وإحنا عارفين ساعة سامير كان مصاب الفترة لفاق ستيف كان عنده زي شدة كده في العضلة الخلفية كمان عودة أحمد فاتحي لمشاركة بشكل طبيعي أحمد فاتحي كان عنده زي كادمة فوق الرجبة كده لكن الرجل بيشارك ولعب خبرة مهمة جدا في صفوف النادي الأهلي من ضمن المكاسب هي آه مش هتفيدنا في مباراة وفاق ستيف لكن طبعا عودة رامي ربيعة عودة يعني مهمة جدا رامي ربيعة الأول مرة بيشارك في مباراة حتى لو كانت ودية أمام فريق مصرية اتصالات لكن من شهر يناير اللي فات لو تفتكروا كلكم رامي ربيعة كان أصيبكم مباراة الأهلي وزنائك لانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-0 في استادر قاهرة مع نهاية الدور الأول من بطولة الدور الموسم اللي فات كان جاله قطع في العضلة الضمة وبعض الألام في الحوض كده فبالتالي من ساعتها هو كان بيتعالج لكن الحمد لله خلاص تعمل اتمنى بشكل كبير جدا على رامي ربيعة بالتالي مباراة كان أجازة بالنسبة للفريق بعد المباراة الودية دي النهاردة الفريق استقني في تدريباته بالتحديد من ساعة وربع قبل دلوقتي هكذا الساعة أربعة بالضبط الفريق استقني في تدريباته والمرحلة الأخيرة في إطار الاستعداد طبعا لهذه المبرأة المهمة وتفاصيل كلها هنعرفها طبعا من خلال التاريخ محمد لما نحاول نجيبه على التليفون ورسلنا المميز المتواجد في ملع مختار التيتش في هذه اللحظات بالتالي الفريق أو خلاص يعني العد التنازولي بدأ بالنسبة للفريق النادي الأهلي استعدادات بجدية استعدادات قوية جدا بالنسبة لكل اللاعبين كله مدرج بشكل جديد جدا أهمية المرحلة الحالية أهمية أن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله لازم يتخطى عقبت فاكسطيف النتيجة يا جماعة مش صعبة على حاجة 2-0 مع فريق قوي زي فريق فاكسطيف مباريات شمال أفريقية تبقى مباريات صعبة جدا لكن تبقى نتيجة 2-0 نتيجة جيدة نسبيا بالنسبة لنادي الأهلي إن شاء الله تكون النهاردة التدريبات بداية للمرحلة الجدية والأخيرة في إطار الاستعداد لهذه المباراة الهمة جدا أيضا من ضمن الأخبار الجمهورية قالت الأهلي في الجزائر بالقوة الضربة وده طبعا عشان عودة المصابين كان عندنا عدد كبير جدا من المصابين خلال الفترة اللي فاتت وده كان نفس الكلام اللي قالته الأخبار المسائي والأهلي يستعيد قوة طبعا يعني زي ما احنا عارفين الفترة اللي فاتت كان في ساعة سامير غاية وكان حسام عشور وكان أحمد فاتحي وكان قابليهم عمر السلية كمان من ضمن اللاعبين اللي كانوا غايبين عن التدريبات لأن عمر السلية عاد قابليهم بشوية وأصبح لائك وطمين عليه كمان من خلال مشاركته في مباراة المصرية الاتصالات عودة أحمد فاتحي وحسام عشور ساعة سامير أكيد عودة مهمة جدا 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 فبالتالي ده كان شيء مميز وإيجابي بالنسبة لي مستر فاتريس وكابت محمد يوسف قبل المرحلة الصعبة المقبلة ومباراة فريق أوفاق ستيف طايل علشان نتطمن بشكل أكبر على استعادات النادي الأهلي لهذه المباراة وبداية الاستعادات من خلال مران اليوم عقب العودة من الأجازة مبارا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم أحمد مرئيس القناة النادي الأهلي يا كيمو مسأل فل عليك مسأل فل عليك يا زميلي أمير براحب بك في البداية ودائما مطالب كده أمير حبيب يا كيمو أخبارك كله تمام؟ كله تمام الحمد لله طمين يا كريم على الفريق النهاردة ومران النادي الأهلي عقب العودة من الأجازة بتاعة النادي الأهلي وعقب ممارات المصرية الاتصالات الأمور ماشية ازاي؟ عايزينا تطمنتك العادة كل جمهوري نادي الأهلي يمكن 24 ساعة التفاة أنفس بطيط بعد الرحل يمكن صرادة كابتن محمد يوسف صالفان بعمال مدير الكرة ومستر فاترس بعد المباراة طبعاً اللي كانت استفادات كثيرة جداً على المستوى الفني والمستوى البدني والاطمئنان بشكل كبير على كل اللعيبة اللي كانت راجعة من الإصابة لعيبة كثير جداً زي ما انت قلت يا أمير كنا محتاجين ان احنا نشوفها في احتكاك المباريات هناك شكوى بعد المباراة لان كانت في مجهود كبير وكانت في حكاكات قوية من طريق الاتصالات لكن الحمد لله يمكن من سواءنا لكاسب محمد يوسف بعد المباراة اللي احنا استفادنا بشكل كبير تطمننا على كل اللعيبة وخصوصاً اللعيبة العيبين من الإصابة هو ضربة كبيرة امكان انت ذكرت كمان اللعيبة كان لديهم تأثير كبير خلال المباريات للمديرنا هم يكونوا معنا لكن الحمد لله النهاردة كمان يمكن في حملة بدني شايفينه من مستر مايكل اندمان التدريب النهاردة كله بدني امير النهاردة وفيش حاجة للخورة خالص شايفينها النهاردة كمسة واربعين ديئة وخمسين ديئة كمان كلها متوزعة على كنترول للكورة كلها تدريبات ضغط وبطن وحاجات كلها صدت بيرقع معدلات اليقل بدنية الأمور يمكن بالنسبة لتدريب النادي الاهلي كان قبل ما انطلق التدريب كان في محاضرة متوالة لمستر فاترش وكثل محمد يوسف والتركيز والتركيز الكبير والدفع الكبير ان شاء الله في المباراة القادمة والتحضير المستمر اللي مستر فاترش لعبة النادي الاهلي بالتعامل مع الجمهور ان هناك الجمهور هيبقى متحمز بشكل كبير داخل المستطيل اللي اخدر بلغة الكورة الأميرة احنا يمكن الحمد لله موفقين بالنسبة للمباراة الاولينية كنا ممكن نحرص هدف الثلاثة واربعة لكن يمكن خارج المستطيل اللي اخدر هي دي الامور اللي بيحضر منها مستر فاترش بعض المباريطات بعض الامور الخاصة بالامور نادي وخاص لكن خبرة لعبتنا الكبيرة ان شاء الله يكونوا مركزين بشكل جدير في المباراة يكونوا مركزين بشكل جدير في كل التدريبات حتى يوم السفر عايزة اقول لك كمان يمكن عودة لعبين للدوليين وعودة لعبين كمان للمتخب لولنبيا النهاردة بالنسبة لي التدريب لكن يمكن كان فيه تجميب لهم كده من التدريب بشكل كامل نهاردة كان حمل بدن الجير فكل اللعيبة اللي راجعة من المتخب الأولمبيا وعودة كمان من المتخب الأول طبعا نهاردة يمكن بعض التدريبات الخطيفة بعض الثلاث لكن زي ما بقول لك اللعيبة كلها جاهزة الامور ماشية بشكل جيد بالنسبة للتدريبات النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله عمدنا سيطة سجيرة زي بزيخول العيس النادي الأهلي والبعادة الفني بإذن الله ان احنا ناصر عدلية المبرنعية من الجزائر بإذن الله ان شاء الله كريم في بعض المصابين بخلاف اللي هم طبعا في القائمة الأفريقية انت طمنتين عليهم بشكل كبير جدا وده الأهم لكن كان فيه أحمد علاء اعتقد اتصاب خلال الفترة اللي فاتت وكان فيه كمان محمد نجيب تطورات الحالة بالنسبة لهم أخبارها ايه وكمان أجاييه لأننا سمعين أن أجاييه الأمور بالنسبة له في تحسن مستمش بالضبط لو ببدأ معك أحمد علاء يمكن أحمد علاء اشتكى من كذبة كذبة خلف الرجبة المهاردة يمكن لابس ثلات النهاردة مش لابس جزمة الكورة النهاردة قالنا طبيب النادي الآلي ثلاث محمود قال يمكن أحمد علاء يستمر لمدة سعيل لمدة أسبوع يعني يعود للتدريبات الجمعية هي أكاد ما يمكن مش قوية شوية لكن أكيد في حرص أنه طبعا يكون جاهز خلال الفترة القادمة كمان محمد نجيب النهاردة في اثناء مع القصة سعيل فري عبد العز النهاردة يمكن محمد تغال في الكورة النهاردة يمكن شفنا بيتدرب بالكورة ودي مراحل متقدمة جدا بالنسبة لمحمد نجيب محمد نجيب برضو لفتة قدامه وقت لكن واضح أنه هو خلال الأيام الصادمة أو خلال الأسبوع القادم هيكون ليه تدريبات بالكورة بسيطة مع التدريبات الجمعية مش هاد فيه جرعة تدريبية كبيرة جونيور أجيه كمان حالته ممكن بتتحسن بشكل كبير وأيضا كمان كان خالد محمود طبيب الماد الأهلي أشاد بتنفيذه المثالي للبرنامج السعيل الموضوع عليه قادي ذا كمان جونيور كان يمسافر متواجد في ناجيليا مع أسراته كان يصبق البرنامج الموضوع عليه بشكل مميز جدا وبشكل رائع جدا وده اللي متعده إنه هو يكون في المرحلة دي وفي الحالة دي يعني ممكن نقدر نقول مش فترة كبيرة هكتون مع جونيور أجيه إنه هو يعود للتدريبات الجماعية كلها يمكن أسابيع أو أكثر من أسبوع بمثل اللاعبين اللي الثلاثة على وشك إنه هي تعود لي التدريبات الجماعية بجانب طبعاً عليه معلول اللي لسه قدامه شوية طبعاً نتعرف عليه معلول عضلة الضم عطاك آه طبعاً تاخد وقت آه لكن الحمد لله يمكن نقدر نقوم بالشكل العام لعبتنا المصاب ورجعت العدد المصاب دلوقتي بسيط عن العدد الكبير اللي كان متواجد خلال الفترة اللي ماضية نتمنى أمير كمان إنه احنا بنقول إنه ما يبقاش في أي إصابات خلال التدريبات طيب كريم طبعاً إنت أكيد حتكون متواجد مع بعثة النادي الأهلي كالعادة هناك في الجزائر عشان تنقل لنا كل كبيرة وصغيرة زي ما إحنا متعودين منك دايماً ودايماً متقلق بصراحة في كل رحلات النادي الأهلي فعايزين نعرف من خلالك البرنامج الخاص ببعثة النادي الأهلي أو بفريق النادي الأهلي بداية من النهار ده حتى موعد الصفر إن شاء الله يوم الحد يمكن النهارة صبعاً ما إحنا عارفين كانت تدريب بفت ساعة رباعة أصراً جداً هي تغير الموعة الثالث ساعة صباحاً هيكون تدريب النادي الأهلي يوم الضمعة يوم السبتة أيضاً هيكون فيها الساعة تدريب النادي الأهلي وأيضاً في الصنطلق إن شاء الله باعتت النادي الأهلي من القهيرة إلى الجزائر في صباح يوم الأحد واحد وعشرين فيها الساعة أتى الساعة صباحاً مجرد الوصول يمكن تريح لها ستغرف أربع ساعات مجرد الوصول هيكون في تحديد طبعاً معادة المباراة هيكون معادة تدريب النادي الأهلي أول على ملعب 8 مايو ويوم الثالث طبعاً يوم 22 هيكون أيضاً كمان على ملعب 8 مايو لأستقبل المباراة كمستمير عدلي للمدين الإداري هيكون طبعاً في استقبل النادي الأهلي هيستطر بكرة صباحاً في تحديد تفكة الأمور ألفظة بالتدريب باستطارة كل الأمور إن شاء الله إن شاء الله كريم بشكرك شكراً جزيلاً طبعاً زمدنا العزيز وصديقي العزيز كريم أحمد مرئيس القناة النادي الأهلي قالنا كل الأمور الخاصة باستدادات النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة المجبلة أمام فريق أفاق صيف طبعاً 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 بشكل كبير جداً لسه كمان معنا بعض الأخبار المهمة واللي كانت في صحف اليوم ويمكن من ضمن الأخبار جريدة المسألة مضاعفة المكافئات سلاح النادي الأهلي يعني طبيعي جداً إن لعبئة النادي الأهلي خلاص مش مستنين حتة إن يتم تحفزه من ناحية المكافئات لأن هم خلاص عارفين كويس قوي أهمية المرحلة دي وأهمية البطولة دي بالتحديد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي المكافئات طبيعية هيبقى فيه مكافئات للناس بتتعب والناس بتكتهد وبيحاولوا يسعدوا كل جمهور النادي الأهلي بيحاولوا يجيبوا بطولة كبيرة جداً زي بطولة دوري أبطال أفريقيا فبالتالي أكيد حيبقى شيء مهم ومميز جداً بالنسبة لهم لكن هم خلاص الناس مدركين بشكل كبير قوي أهمية المباراة أهمية تخطي العقبة سواء بقى فيه مكافئات أو مفيش مكافئات ده طبيعي هيكون فيه مكافئات لكن الأهم من نسبة لهم هو الفوزة بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية وتحقيق نتيجة إيجابية هناك في الجزائر وده اللي إن شاء الله بنأمل فيه وإن شاء الله حيتحقق بالنسبة لأنادي الأهلي من دمنا الأخبار المهمة الناس كلها لفترة ريفاتي كابت تتكلم عن إن وليد سليمان ممكن ما يشاركش في مباراته فاكس صيف ده هيكون ليه بساوة إصابة لا مش بساوة إصابة بساوة إن هو مقوف لا وليد سليمان مش مقوف الأسباب كلها كانت بتحصر حول إن وليد سليمان على ملعب النجيل الأصناعي ممكن تأدي الإصابة بالنسبة لوليد ده في الرجبة وإن كان ده حصل قبل كده خلال بطولات سابقة لوليد مع النادي الأهلي ممكن خشونة أرضية الملعب تأسع رجبة الخاصة بوليد ده سليمان لكن طبيب النادي الأهلي دكتور خالد محمود قال إن وليد جانس من نسبة 100% إن هو يشارك في المباراة في شكل طبيعي على حسب الرؤية الفنية طبعا لمستر باترس كارتيرون وأعتقد الموضوع مش محتاج طبعا وليد من دبن اللعابين اللي بيتألقوا مع بداية الموسم ده فبالتالي حيكون عنصر مهم جدا في مباراة النادي الأهلي وعنصر فعال كمان في مباراة العودة فبالتالي احنا منطبع من كل بموضوع النادي الأهلي وليد سليمان إن شاء الله حيشارك في المباراة القادمة تفتان مش تفتان إن شاء الله وليد حيقدر يؤدي بشكل كبير جدا بعد الفاصل حنرجع نواصل كل أخبار وفقرات برنامج كلام في المنزل لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بعد الفاصل حكيد حيكون عندنا فقرة أخبار النادي الأهلي في المواقع لكن قبل من نروح للفقرة في خبر مهم دلوقتي وهو خاص بالنادي الأهلي والذي أرسل خطاب لوزارة الشباب والرياضة للرد على كافة الملاحظات التي أوردتها الوزارة في خطابها الوارد للنادي بتاريخ 4 أكتوبر الحالي وأضاف العميدة محمد مرجان وطبعا المدير التنفيذي النادي الأهلي إن الخطاب تضمن الرد على 22 ملحوظة الوزارة كانت يعني خلال فترة أو زيارة سابقة كانت خادت 22 ملحوظة بالنسبة للنادي الأهلي المحوظات دي كلها كانت في عهد مجلس إدارة أو مجالس إدارات النادي الأهلي سابقة بداية من 2007 حتى 2017 والنادي قام بالرد عليها وإرسال المساندات الخاصة بكل ملحوظة على حدة كمان أوضح المدير التنفيذي العميدة محمد مرجان أن رد الأهلي تم إرساله اليوم وفقا للموعد القانوني المحدد من قبل الوزارة والتي حددت طبعا النهاردة الخميس الموافق 18 أكتوبر كآخر موعد لتلقي رد الأهلي على ملحوظات الوزارة ده أكيد كان خبر مهم جدا كان لازم نقوله بالنسبة لكل مشاهدين ومتابعين من كل القناة النادي الأهلي دلوقتي طيب نروح نشوف أهم العنوين الخاصة بالنادي الأهلي في المواقع اليوم السابع خالد مرتجي الخطيب يعمل 12 ساعة ويتجاهل تعليمات الأطباء البوابة نيوز اليوم مزايدة علنية بي حقوق رعاية ملابس الأهلي في الجول الأهلي نضغط بقوة لضم سنائي الاتصالات فيتو يوسف يكشف موعد عودة وليد أزارو إلى القاهرة كورة الأهلي وضح حقيقة العروض الفرنسية لأزارو الفجر الأهلي يعلن موعد عودة باسم علي لتدربات الدمعية اليوم السابع الأهلي يشرح تطورات علاج أجاية من إصابة الرجل وان سري سمير عدلي يغادر إلى الجزائر فدن سوبر كورة الأهلي يحدد موعد عودته من الجزائر بعد مواجهة أفاق ستيف إن شاء الله يعده منتصرين الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعتت السباحة تعود للقاهرة بعد المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية الموقع الرسمي لنادي الأهلي جهر نبيل يشكر سفير مصر بكودي بوار الموقع الرسمي لنادي الأهلي القاهرة طيب من دبن الأخبار المهمة الخاصة بالنادي الأهلي على المواقع وهي الخبر اللي كتبته اليوم السابع وخاص بي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الدارة النادي الأهلي اللي قال إن الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيشتغل على مدار 12 ساعة يوميا وما بيسمعش كلام الأطباء يعني الكابتل محمود الخطيب لو إحنا يعني رجعنا على مدار حتى هو كان لعيب كرة في النادي الأهلي كان دايما لما بيكون مصاد بياخد حقا كورتيزون عشان بيلعب الراجل دايما ألبه بصراحة على النادي الأهلي لكنها أكيد بنطلب منه أنه يبتاح شوية لأن النادي الأهلي محتاج وأكيد محتاج كمة التركيز بتاعته أكيد الشغل ورا بعد حياته كابتل محمود الخطيب وده كلام طبعا المهدس خالد مرتجي اللي بيقول أنه مسمحش كلام الدكتور خالص وأن على مدار 12 ساعة يوميا بيعمل فيه النادي الأهلي بيكون متواجب في مقر النادي الأهلي في الجزيرة ومقرات المختلفة بشكل عام كل الملفات دايما بتمر على كابتل محمود الخطيب نسائب كبيرة ولا صغيرة بصراحة الرجل زي ما احنا عارفين يعني مش محتاجين نقول الكلام ده رجل يحب النادي الأهلي الرجل عايز يخدم النادي وأعضاء وجمهور وطبعا بشكل عام بالشكل اللي هو شايفه مناسب بحجم النادي كبير جدا زي النادي الأهلي بالمناسبة كابتل محمود الخطيب بنسبة كبيرة جدا هيكون متواجد مع النادي الأهلي في رحلة الجزائر علشان يكون رئيس للبعثة ويرافض بعثة النادي الأهلي هناك في ممورة مصرية وحاسمة زي دي فبالتالي هيكون تواجده دافع وحافظ كبير جدا من نسبة لعب النادي الأهلي بنسبة كبيرة يعني موضوع شبه حصم انه سيفر مع بعثة النادي الأهلي للجزائر في هذه اللحظات في النادي الأهلي بخصوص رعاية ملابس الفريق او النادي بشكل عام طبعا زي ما احنا عارفين في فترة فاتت شركة سبورتا فسخة التعاقد مع النادي الأهلي اسباب كلنا عارفينها طبعا مش هيعيك النادي الأهلي يخلص يعني او مش هيكون سلبي بالنسبة النادي الأهلي بالعكس يعني لما الشركة تفسخ تعاقدها هتلاقي شركات كتير جدا عايزة ترعى ملابس النادي الأهلي تخش المزايدة العالمية اللي هي بتبقى متواجدة او اللي هي بتحدث الان في اللحظات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل ما الحلقة تخلص هنحاول نجد لكم التطورات على ايه بشكل نهائي لكن فيه اربع شركات كبرى متواجدين واي حد يتمنى ان هو يرع ملابس النادي الأهلي الموضوع مش قزمة هتلاقي شركات كتيرة جدا وعالمية وكلنا عارفينها كويس جدا اربع شركات تقريبا بتحديد هما المزايدة العالمية اللي هي متواجدة في هذه اللحظات تداخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل الحلقة هنحاول نقول لكم الموضوع على انهي شركة واي شركة منهم بصراحة شركات كلهم كبار وان شاء الله هيكون تي شيرت النادي الأهلي كالعادة تي شيرت جيد وجميل من قبل الشركة اللي هتفوز بالموضوع طيب كابتن محمد يوسف خبر خاص بوليد أزارو وان هو وليد أزارو خلاص هيعود للقاهرة نهارنا وليد أزارو طبعا كان بيشارك مع منتخب المغربي عدته المنتخب المغربي بعد فترة كبيرة جدا سبحان الله لما كان متقلق وليد أزارو وكانش بيروح المنتخب ولما ما كانش موفق وليد أزارو الشوايف أحيز الأهداف بقى يروح المنتخب بس المهم أنه هو الراجل المتواجد طبعا في المنتخب كبير بحجم المنتخب المغربي شارك في المباراة الأولى أمام فريق بزر القمر هم كان عندهم مبارايتين طبعا زينا كده في التصبيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2019 المباراة الأولى خلصت 1-0 للمنتخب المغربي هناك في المغرب وملعب الملك محمد الخامس ويمكن أزارو نزل في آخر رجاء ساعة طريبا وساهم بساكل جديد جدا في الجون اللي جي في البقائق الأخيرة المباراة الثانية كانت في جزر القمر وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ما شاركش فيها خالص وليد أزارو لكن النهاردة سيعود على الأشياء يبتدي من بكرة إن شاء الله يشارك في التدريبات الجامعية مع النادي الأهلي ويستقنف التعداداته مع الفريق للمباراة المهمة والمصرية أمام فريق أوفاق ستيف لسا نتكلم عن وليد أزارو ويمكن البعض بالضبط يعني بعض التقارير في المغرب يتكلمت عن أن وليد أزارو يمتلك في الفترة دي عرضهم من فرنسا العرض الأول من مارسيليا والعرض الثاني من سوشو الفرنسي كابتن محمد يوسف قال إن الكلام سهل جدا وكلام كتير وممكن الناس تتوقع أو الناس تتنبأ أو الناس تقولك إن وليد أزارو وعنده عرضين لحد دلوقتي النادي الأهلي ما عندهش أي عروض رسمية إطلاقا وصلت لوليد أزارو حتى لو فيه هو ما فيهش يعني هل بنأكد إنه ما فيهش أي عروض رسمية وصلت لوليد أزارو لكن من الممكن إنه يكون فيه في شهر يعني وده شيء طبيعي لما تتفتح فترة انتقالات يوصل النادي الأهلي أي خطابات رسمية بخصوص وليد أزارو لكن الأهم إن الفترة دي يكون طبعا وليد أزارو مركز بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي محتاجينه بشكل كبير وإن شاء الله يفوز أو إن شاء الله يساهم في فوز النادي الأهلي طيب منتخب الصلاة ده خبر عاجل منتخب الصلاة يهزم الأرجنتين خمسة أربعة ويحرز برونزيت أولمبيات الشباب اللي في الأرجنتين طيب ده شيء مهم جدا شيء كويس جدا منتخب الصلاة يفوز على الأرجنتين في الأرجنتين بنتيجة خمسة أربعة والمدالية رقم 18 لمصر في أولمبيات الشباب خبر جيد وخبر مفرح وأكيد ده بنبرك لهم بكل تأكيد إنجاز غير مسبوك بالنسبة لكل الصلاة وكمان إن احنا نحقع العدد ده من المداليات في أولمبيات الشباب ده شيء جيد ومهم نقوله دلوقتي أفلنا خلاص ملف وليد أزارو واللعب إن شاء الله سيكون متواجد من بكرة في التدريبات السعبادة لمواجه التوفاق ستيف والراجل مكمل طبعا مع النادي الأهلي خلينا مركزين في طول دوري أبطال أفريكيا محدش يركز في موضوع العروض ده طبيعية كلما نقرب على شهر يناير ستجد كلام كتير عن العروض لكل اللعبين بس مش لوليد أزارو وخصوصا نما يلعبوا داخل نادي كجير زي نادي الأهلي فأكيد نادي الأهلي بيمتلك عدد كبير جدا من اللعبين المميزين طيب الموقع الرسمي بالنسبة لنادي الأهلي كان بيتكلم عنه فريق السباحة الخاص بالنادي واللي عاد صباح اليوم للقاهرة جاي طبعا من المشاركة في بطولة بلغاريا الدولية وإقامة معسكر تدريبي كمان في مدينة فرانا استعداد بطولة الجمهورية الرجال طبعا حققوا 17 ميدالية ذهبية و10 ميداليات فضية وتسعة ميداليات برونزية السيدات حققوا 10 ميداليات ذهبية و15 ميدالية فضية وتسعة ميداليات برونزية كمان عندنا بعض اللعبين اللي حصلوا على يعني ألقاب جيدة جدا زي مثلا عمر عيسى سباح الناجي الأهلي حصل على تاني أفضل سباح في مرحلة العمومي رجال كمان طبعا لقطات من وصول بعد تواجدهم في بلغاريا كمان ياسمين منضوح حصلت على كأس ثالث أفضل سباحة في مرحلة عمومي أنسات طبعا زي ما قلتلكم ان في لقطات من وصول البعثة لمطار الكاهرة الدولي النهاردة صباح اليوم حصل كمان أحمد سامح سعيد على كأس أفضل سباح في مرحلة الناشئين البعثة دي طبعا كان بيترقصها الأستاذ إبراهيم القفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وكانت بتضم حوالي 55 سباحا وسباحة من أبناء النادي إلى جانب الجهاز الإداري طبعا والمكون من كابتن وقل عزة رئيس جهاز السباحة بالنادي الأهلي ونائبه كمان كابتن محمد فضل نائب رئيس جهاز السباحة ومحمد علام مدير جهاز وبعثة النادي الأهلي للسباحة مطارك كاهرة النهار ده صبح ونرجع مرة تانية موسيقى أهلة لأحد بطولات العالم لبطولات العالم للحمامات القصيرة في السباحة هي بطولة قوية جدا اشترك فيها عدة منتخبات أوروبية في مراحل ومراحل إنما بصفة عامة كان فيه سباقات قوية جدا بدليل مثلا أنت ما خدتش كل السباقات بدليل أنت عندك تاني أحسن سباحة في البطولة تالت أحسن سباحة سباحين يستفادوا فإحنا دايما ندور على الأفضل عشان نحتك ونرتفع بمستوانا درجة بدرجة لحد ما نوصل إن شاء الله يبقى عندنا سباحين عالمين ونفرز مزيد من السباحين زائد السباحين المعروفين داخل نادي الأهلي بمستوهم العالي الحمد لله بنشكر ربنا عن النتاج لكن أهم من النتاج أنا بالنسبة لي كرئيس بيبقى الأهم مظهر العيبة ومظهر المدربين والجهاز ككل حاجة مشرفة يجب أن تكون مشرفة وطالق باسم النادي الأهلي ده الأهم بالنسبة لنا هنا النتاج بتيجي في الدرجة التانية لكن مظهر العام والحفاظ على مظهر النادي الأهلي هو ده الأهم أعتقد البيعصة زي ما حضارك شايفين بيعصة ملتزمة من كل الأخبار اللي جات لكم حتى في منظهر الخروج حتى في الالتزام في الخروج كلهم خارجين مع بعض حاجة مشرفة وطالق باسم النادي الأهلي بشكرهم جميعا بشكر الجهاز الفني والإداري لألعاب الماء بزلوا مجهود كبير ويعني يكاد يكون مفيش أخطاء في الرحلة كلها بشكر العيبة كلهم ولاد وبنات عملوا كل عليهم وبزلوا كل الجهد وفعلا نتائجهم كانت بشكرهم بتمنى ان هم يبقى موجودين ويبقى فيه أعداد زيادة ان شاء الله بإذن الله من اللعيبة اللي تحقق المستوىات المطلوبة عشان تسافر معنا ان شاء الله السنة الجاية بصفة عام بمجلس الإدارة بتبنى الخمات والمواهب اللي هي الواعدة في جميع الألعاب بما فيها طبعا السباحة وعندنا مشروع إعداد البطل الأوليمبي موازي للاتحادات وموازي للوزارة وده بالتنصيق معاهم طبعا وبن يبقى عندنا يعني عندنا خطة ان شاء الله لعشرين عشرين وعشرين 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 بحيث يبقى عندنا حاجة خصيرة المدى اللي هي الناس اللي جاهزة واللي مسافرة برا واللي هي اللي التعادات بتعدها غير الكوادر أو الخمات اللي احنا كنادي أهلي بنفرزها من خلال أجهزتنا الفنية دي بنساهم بيها مع المنتخبات إن شاء الله طبعا دي مش حاجة جيدة على نادي الأهلي وعلى قانيا جدي أهلي نادي تستقبل أبطال النادي في المطار وترحب بيهم بعد ما بيعملوا أي إنجاز للنادي الأهلي هي البطولة البطولة قوية كان مشارك فيها أكتر من أربعة واربعين نادي ومنتخب تانين كان منهم منتخب تركيا منتخب بلغاريا اللي هي البلد المضيفة كان فيه ناس من روسيا كان فيه ناس من أسباكستان كان فيه ناس من مولدوفيا كان فيه يعني دول كتير الدول دي يعني فيها بعض السباحين مميزين في السباحة البطولة دي من البطولات من سلسلة البطولات المؤهلة لبطولة كسل عالم للألعاب للسباحة والسباحة القصيرة حمام الخمسة وعشرين متر مش حمام الخمسة ودي مؤهلة احنا عندنا الحمد لله اكتر من سباح حققوا الارقام المؤهلة لطولة العالم واحنا ذا طبعا ندورنا كنادي ان احنا بنساعد على تطوير اللعبة وبنساعد الاتحاد المصري فان احنا بنشارك بالسباحين بتوعنا في مقاتل مهالة كاس العالم عشان برضو نشيل من على عاطق الاتحاد وعاطق الدولة شوية كعهد النادي الاهلي ان هو دايما بيبقى سباق وعنده الريادة في المعضوات دهوت انا حصلت على دهبية المتين فراشة ودهبية المتين دهر وخدت تاني في الربعمائة متنوع وتاني في المتين متنوع وخدت تلات مداليات دهبية في سباقات التطبيعات كلها البطولة دولية جاية في وقت مهمة اوي احنا عندنا بطولة الجمهورية كمان شهر بيبقى احتكاك مهمة على مستوى معين من مرحلة العمومي بيفيدك ان بيديك طبعا خبراته بيديك ان ان انت نوع من انواع التدريب بطولة مهمة في توقيت مهم جداً عملنا فيها بطولة كويسة ورقام كويسة بشكل كويس ظهرنا كلنا بشكل كويس حصلت على مداليتين دهب واربع مداليات فضة في سباقات 500 صدر وخمسين فراشة وخمسين حرة وتعتابوا اربع في فمسين متنوع واربع في فمسين حرة واربع في فمسين حرة مختار والله احنا احنا ارادي بناتمرن يعني طول السنة ودي بطولة من بطولات في النص اللي جاية احنا عندنا مفروض بطولة جمهورية اساسية كمان شهر تقريبا فجيبت بحاجة كويسة ان احنا ننزل يعني زي تجربة قبلها كده بتساعدنا ان احنا نيجي في البطولات الاساسية ونعمل يعني مستوى احسن ان شاء الله اخرت لسبع مدنيات منهم اربعة فرديين تلاتة دهب واحدة فضة وثلاثة طبع فريق الثلاثة دهب واخرت كاس احسن سباح في البطولة ان شاء الله عندنا بطولة جمهورية بنجازدها شهر 11 ونستعد ان شاء الله ان احنا نروح بطولة اهلية عشان نحاول نتاهل بطولة العالم 2019 في اليابان وبنحاول نستعد عشان نحاول نجيب مراكز كويسة ونحاول نبس ان نجي الاهلي بأحسن شورة في بطولة العالم ان شاء الله حصلت على خمس مدنيات توتل اربعة دهب فردي وواحد فضة تتابع عايشين في سيزن دلوقتي بنتمرن اصلا بانا يعني بانا يجي تلت شهور تقريبا من بداية السيزن فدي كان البطولة يعني انتقالية شوية في السيزن عندنا البطولة الاساسية هي في شهر 11 بطولة الجمهورية ان شاء الله واحنا بنتمرن لها يعني من بدري فمكملين على ده ان شاء الله انا جبت ست مدنيات منهم اربعة فردي الليلية واثنين دهب واثنين فضة واخدت كاس حسن سباحة في البطولة واجبنا اثنين تانين دهب تتابع احنا عندنا اصلا بطولة شهر 11 جاي ان شاء الله جمهورية بنحضر لها بقالنا يا تطرة يعني المفروض يعني ان شاء الله نعمل حاجة كويسة عشان البطولة دي احنا نزلنا بثمرانين جامد وكانت النتاج كويسة جدا فان شاء الله اشارة حلوة لبطولة الجمهورية اللي جاي اخبت دهب في المتين والربعمية والثانمية حرة ومية وان شاء الله يعني احنا في جمهورية جاية في شهر 11 دي عم حاجة يعني انا دي بالنسبة لي السيزن كله طبعا مبروك لسباحة النادي الاهلي هذا الانجاز وهذا الكم الهائل من المدليات اللي اتحققت في بلغاريا واكيد عندهم لسه تحديات تبيرا نتمنى منهم ان شاء الله كل التوفيق وكالعادة يجيبوا مدليات عديدة لنادي الاهلي زي ما احنا متعودين منهم طيب نروح نشوف اهم الاخبار المحلية والعالمية اخبار محترفين في الخارج بقاطة الاخبار رسميا مباراة مصر وتونس ببرج العرب 16 نوفمبر اليوم السابع عبر ريدا يطالب اجيري بعلاج سلبيات تقرير رفيفة عن الفراعينة الشروع المنتخب قد واجه البرازيل او الارجنتين في نوفمبر جريدة الوطن اجيري يطلب مواجهة كرواتيا والبرازيل واسبانيا والديان بيتو اجيري يطلب تنظيم معسكر خارجي في انجلترا عقب لقاء تونس الشروع درويش استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات في نهاية نوفمبر ياريت سوبر كورا احمد عبدالزاهر يجري عملية الرباط الصليبي كورا ليفافول يغير رأيه بشأن مستقبل محمد صلاح جريدة الشروق صلاح اطفال مصر يتفعونني للحفاظ على مسافتي جريدة الاهرام وزير الرياضة مشكلة صلاح مع الجبلية تنتهي الشهر المبدل بابة الاهرام مصر الاول عربيا وافريقيا بولمبيات الارجنتين ووزير الشباب بس انحقق انجازا في توكيو 2020 ان شاء الله سكايا نيوز جوين رونالدو قصرني في يوفنتس سنجمع بارشلونة طالبان ادارة النادي لحسم صفقة توكبا سبورت سري سيكستي فينجر يدخل قائمة المرشحين لفلافة بالفيردي في بارشلونة اخبار كتير طبعا سواع المستوى المحلي او المستوى العالمي وكمان اخبار مختلفين في الخارج لكن خلينا نبتدي بباقي الاخبار واللي قالت خلاص ان الاتحاد على مصر كويت القدم حدد يوم 16 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لمبراد مصر وتونس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2019 واللي خلاص اتحسمت بشكل رسمي يعني مصر وتونس خلاص صعدوا رسميا لنهايات الامم الافريقية 2019 في الكاميرون حتى الان فبالتالي حيكون المبرادة المبرادة تحصيل حاصل مهم جدا ان منتخب مصر يقدر يفوز على المنتخب التونسي خصوصا انت بتقابل فريق كبير جدا زي منتخب التونسي فاز عليك في اول جولة هناك في ملعب رادس بنتيجة 1-0 هدف طه يا سيني الخنيسي على ما اتذكر نجم التراجي هو اللي كان احرج الهدف فبالتالي مهم جدا ان المنتخب المصر ياخد هذه المبرادة منتخب الجدائي عشان هيكون قياس لمستوى الجهاز الفني ومستوى الاعابين فيه مواجهة كبيرة جدا زي مواجهة منتخب تونس والحساسية دايما ما بين مباريات منتخبات او انبية طبعا ما بين فيه شمال افريقيا بتبقى قوية ودايما بيبقى ان كمان ان احنا نفوز في هذه المباريات بالمناسبة كمان هيكون فيه مباراة ودية ما بين المنتخبين سواء المصري او التونسي الاولمبيين منتخبات الاولمبيا يوم 15 طبعا على هامش هذا اللقاء ويستعدوا من فلالهم للعديد من الامور المقبلة فبالتالي ده هتكون شيء مهم وخلاص المباراة يوم 16 في ستاد برك العرب ان شاء الله بالنسبة بقى لاستاد القاهرة واللواء علي درويش رئيس حقيقة استاد القاهرة اكد ان خلاص التجهزات في الفترة دي موجودة بالنسبة لاستاد وخصوصا ان كل بينادي الفترة دي ان خلاص بقى مفوض الاهل والزمالك والمنتخب يلعبوا كالعادة على استادات او استاد القاهرة الدولي وملعب ده يعني ملعب مرعب جدا بالنسبة لكل الفرق بقى الاهل والزمالك لو بيقابلوا في فرق في افريقيا أو بيقابلوا 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 مثلا دولية بيبقى ملعب مرعب بالنسبة للفرق وكمان بيحتوي ممكن تتحط فيه عدد كبير جدا من جماهير ان شاء الله طبقا للموافقات الامنية فبالتالي تجهيز استاد القاهرة سيكون امر مهم جدا خلال المرحلة المجبلة وده على حد طبعا كلام اللواء علي درويس رئيس هي استاد القاهرة وقال ان شاء الله على نهاية شهر نوفمبر حيكون الاستاد جاهز وكمان هم بيشتغلوا على النجيل الطبيعي الخاص باستاد القاهرة فيه نوع كده اسمه الهارد ووركينج يعني بيحاول يعمله النجيل ده اللي هو يستحمل لان كل يوم يكون فيه مبرع على استاد القاهرة ياريت نتمنى الموضوع ده وخصوص ان احنا مقبلين على شهر او فصل الشتة تبقى الارضية الملعب بالاسف تبقى جيدة اويل لكن دايما يعني لاتمنى الاهتمام بارضية الملعب الساد القاهرة وكل التجهزات الخاصة بيستاد لانه طبعا يعني بيعكس التحضر الخاص بكل تقضم لمصر بشكل عام محمد صلاح محمد صلاح اكيد يعني خلال فترة دي الكلام كتير على محمد انه هو مش نستوى مع ليفر بول خلال فترة محمد صلاح خلال بعض المباراة ثمان مباراة تقريبا في الدورة او سبع مباراة احرستات اهداف بس على فكرة يا جماعة والله الموضوع قريب في الارقام ما بين الموسم ده وموسم الفات احنا بس الموسم الفات عشان محمد عمل ارقام هائلة كتير جدا فالمقارنة دايما موجودة لكن يعني اعتقد محمد ناشي بشكل جيد جدا لكن الخبر بيقول ان فريق ليفر بول اصبح متفتح شوية لفكرة دي عن محمد صلاح في الصف المقبل وقال ان ممكن لو وصل عرض 160 مليون يورو ممكن يتم التفكير في اشتماع عن محمد صلاح الواجهة هتكون لمحمد في حالة الرحيل لسه طبعا كان ده سابق الاوان بس ده خبر لازم نتناوله معاكو الواجهة هتكون بنسبة كبيرة جدا للدوري الاسداني وخصوصا ان فريقاء ريال مدريد وبرشلونة بيهتموا جدا بمحمد صلاح وكان فيه تفكير كبير جدا بتحديد عند ريال مدريد للصف اللي فات ان يكون محمد صلاح بديل جارس بيل لكن بريزز قرر ان جارس بيل يستمر ده كانت رغبت زيني بيل زي داي مجيلي فاني صابت لو في حالة استمرار وان يكون محمد صلاح متواجد على حساب جارس بيل لكن الامور اتهت لما هو عليه الآن فبالتالي محمد صلاح يعني الامور ممكن تكون يعني منفتحة شوية بالنسبة لليبر بول ان اللعب يرحل فيه السيف القادم بشكل عام ايا كان المكان اللي هتكون متواجد محمد صلاح كلنا معاه بصراحة لان الراجل بيرفع اسم مصر عليان ومشرفنا في كل حتة بصراحة من دبن الاخبار برضو العالمية وهي خاصة بجونزالو هجوين المهاجم طبعا الارجنتيني الكادير واللي كان بلعب في يوفينتوس وبعي كان تقل لي ميلان الايطالي وهو قال ان كدوم رونالدو هو اللي قفر هجوين شوية الراجل حس بقلق كده مع نهائي كأس ايطاليا لما قعد احتياطي فقال ان كده في حاجة غلط بعد كده فوجه ان النادي يعني من الاخر كده مش عايزه يعني يوفينتوس مش عايزه فلما لقى الموضوع كده شاف العرض المناسب الاكتر ليه كان ميلان اعرف بعد كده ان يوفينتوس كان بيجيب رونالدو رونالدو طبعا كريستان رونالدو نجمير المدريد السابق ونجمى المنتخب البرتغالي قال المعاملة يعني ما كاش بشكل اللي هو كان بيتمناه بالنسبة له بالنسبة لبول بوكبا طبعا بول بوكبا احد النجوم الفرنسيين المهمين جدا وبطل العالم كمان مع منتخب فرنسا في كأس العالم الاخيرة في روسيا 2018 الكلام على بوكبا كتير خصوصا في زل تواجد واستمرار جزي مورينيو مع منتخب سر ينايتد فيه اثنين من اللعبات بارشيونة هم نجوم طبعا مع بوكبا في المنتخب الفرنسي سواء عصمان ديمبلي او سامو الأموتيتي ودول يمكن كانوا بيطلبوا او ده كلام يعني الناس بتقولوا مما بيطلبوا ان بول بوكبا يكون موجود مش بس اللعبات اللي حتطلب بوكبا اي نادي او اي جمهور في العالم يتمنى ان بول بوكبا بإمكانياته وحجم ان يكون متواجد في النادي اللي بيشجعه طبعا اكيد حيكون فيه مفاوضات مع بول بوكبا خلال الفترة المقبلة الامور لسه موجودة يعني بالنسبة لبول بوكبا والموضوع لسه مفتوح ما بين كل من بارشلونة وبل بوكبا ولسه يعني الامور مش هتحسن بالوقت ولا حتى على شهر يناير اعتقد حيكون صعب شوية حيكون فيه مفاوضات لكن صعب ان منشستر ينايتد تخلى عن نجم كبير بحجم بول بوكبا في شهر يناير وخصوصا ان منشستر ينايتد مع بداية السيف او خلال فترة انتقالات الصفية السابقة ما تعقدوش مع عدد كبير من اللعبين هما جابوا طبعا لعج واحد بس في صفوف منشستر ينايتد خلال السيف فبالتالي اكيد كانوا محتاجين صفقات كتيرة وده اللي كان بيقوله جوزي مورينيو المدير الفاني اللي هي فريق منشستر ينايتد فصعب جدا ان بول بوكبا يرحل في يناير لكن من الورد مع السيف لو استمر جوزي مورينيو ده اعتقد برضو صعب شوية انه هو يكون متواجد في برشلونة واعتقد ريما دي كمان ممكن تخش في الخط على شراء بول بوكبا طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار على الساشة مادية تبتدي بعمر جمال اللاعب الاهلي اللي نشر شتورة على انستجرام مع احمد عدل عبد المنى بحرس مرمى الاهلي السابق ومصر مقصة الحالي اثناء حضورهم حفل زفاف وكتب عمر مين اشك واحد في مصر ورين الصورة كده لا اعتقد لا عمر عمر اشك ماشي اما احمد محمدي كابتن منتخب مصر فنشر صورة صورة الفريق على انستجرام وكتب اسبوع جيد مع المنتخب الوطني وفوزين والتأهل لكأس الامم الافريقية 2019 نشر كمان محمد ينيني اللاعب ارسن ومنتخب مصر صورة على تويتر وكتب الف مبروك التأهل لكأس الامم الافريقية تأهل مستحق من اجل اسعاد الشعب المصري مرحلة انتهت ونتطلع للمرحلة الاكثر اهمية في فترة مجدرة اما عمر طار المحترف في اورلاندو سيتي الامريكي فنشر على انستجرام فيديو وعل عليه فبراير 2017 كنت بحلم بجناء النشيد الوطني بينما شاهد الفراعينة في نهاية كأس الامم الافريقية في اكتوبر 2018 غنيته الاول مرة يا له من شعور تعالوا روح نشوف الفيديو طبعا شعور لا يوسف ان انت تكون كنت بتتفرج على النشيد المنتخب وانت بتتفرج التلفزيون وكان نفسك وانت لعب نفسك تكون متواجد ففي الاخر حلمك بيتحقق عمر طرق بفراحة من العديد المميزين جدا في خط الدفاع نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا احمد حاسن كوكا المحترف في اولمتياكوس اليوناني نشر صورة على انستجرام وكتب فعيد بالتأهل لقومة افريقية 2019 ولكن للأسف تعرضت للاصابة في اللحظات الاخيرة سأعود بقوة قريبة ان شاء الله توفيقها وعالميا نشر الالماني مسعود اوزيل لعد ارسنال صورة على سجرام وعلق عليها بايمة المباراة الاكتر اهمية هي المباراة القادمة نستعد جيدا للقاء ليستر سيتي زي ما احنا عاكد نواطش ليستر سيتي وارسنال هيكون يوم الاثنين وطبعا دي من المباراة اللي تبقى كبيرة جدا في انجلترا وحتكون في لال مباراة الدور الانجليزي ونشرط الصفحة الرسمية النادي باشلون على تويتر فيديو تحت عنوان لوحة فنية من ابداع نجوم باشلون البلاسكو انوانها الشغب قوامها المتعة الهمها تعالوا نشوف اللوحة الفنية طبعا ده مع اكتراب معادة مباراة ريال مدريدو وباشلونة في الكلاسكو وأكيد مباراة كلنا بنستنيها لكن اعتقد اهميتها بتقل شوية مع رحلة كريستان رونالدو كنون نشوف منافسة قوي جدا ما بين فرقتين في زل تواجد رونالدو وميسي لكن بشكل عام تبقى مباراة قوية جدا ريال مدريد وبرشلونة كمان عن الكلاسكو اللي كلنا مستنينه نشط صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك صورة لنجمي برشلونة وراء مدريد ميسي ومودريتشو اللي بيلبسه القميص رقم عشرة وكتبت عشر ايام على الكلاسكو الكلاسكو خلاص كمان عشرة ايام نروح لنجم الفرنسي أنتوان جريزمان اللي نشر صورة على تويتر من احتفاله بأحد اهدافه وكتب بحسة الفكاهة الاهم من الهدف هو الاحتفال نشي طيب نشر كمان كليان بابي نجم باريس سان جرمان فيديو على صفحته على سيبرام من زيارته لماسكت رأسه بوندي علشان يحتفل معهم بكأس العالم وكتب شكرا بوندي تعالوا رح نشوف الفيديو اشتركوا في القناة 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 وكتب كل الشكر للشعب المكسيكي على المودة والاحترام التي لقناها خلال الايام الماضية الى اللقاء قريب ان شاء الله واخيرا مع نجم البرتغالي كريستيان رونالدو اللي نشر فيديو على تويتر عن نسقة رأسه جزيرة ماديرا واللي مرشحها الواحدة من جوائز السياحة العالمية كافضل جزيرة وكتب رونالدو سعيد جدا لجزيرتي ادعوكم التصويت لماديرا بالطبع هي الجزيرة الافضل في العالم نروح نشوف الفيديو طيب ده كان فيديو لجزيرة كريستيان رونالدو ومسقط رأسه طبعا النشأ فيه وماديرا في البرتغال وبعض الدعاية اللي بيعملها أكيد رونالدو ونجدين كبير جدا بحجمه أكيد بيحاول يساهم فيه بعض الدعاية للبلد وبشكل عام كمان مش لماديرا بعد الفاصل ان شاء الله حيكون معنا دفنا العزيز الأستاذ عمادة أنور الناقض الرياضي بالأهرام عشان نتكلم على العديد من الأمور على الساحة الرياضية سبق منتخب مصر اتحاد الكورة النادي الأهلي كمان حديد قبل مبارات وفاق السطيف استنونا بعد الفاصل سامرين معكم مشاهدي ومتبعي قناة الأهلي في كل مكان وفاقرة حوارية مهمة جدا مع دفنا العزيز أستاذ عمادة أنور النقد الرياضي بالأهرام العربي أستاذ عمادة مسأل فول عليك أكثر مسأل فول عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي كله تمام كله تمام عايزين نبتدي كلامنا عن حدث مهم جدا هو استعدادات النادي الأهلي لمبارات وفاق السطيف في إياب درج نصف النهائي من بطول الدور أبطال أفريقيا شايف أهمية استعدادات بقوة بالنسبة النادي الأهلي فرص النادي الأهلي إن شاء الله افتخذت هذه العقبة للوصول النهائي طبعا هي مبارات مهمة جدا وخصوصا نهاي على ملعب فريق وفاق السطيف لكن دايما الأهلي في المبارات الزايد بيزهر معدنه وإحنا شفنا المبارات الصعبة دايما بيبقى فيه شغل من أول بداية من مجلس الإدارة لحد الجهاز الفني لحد العيبة حتى الجمهور اللي بقى ليه عمل أساسي كبير على الفوز كابتني حمود الخطيب راح النهاردة حضر الميران وده طبعا يبقى ليه تأثير إيجابي جدا على نفسية العيبة لو جينا نقول من ناحية الفنية الأهلي هيبقى مكتمل الصفوف بشكل كبير جدا بعد عودة المصابين وعودة الدوليين هيقدر الفرنسي باتريك كارتيرون يحط تشكيلة الأساسية اللي بينعب بيها الفريق في كل مبارات اللي هيعتمد عليها في كل مبارات فأنا شايف أن فرص الأهلي كبيرة جدا خلصة أن إحنا مع فرق شمال أفريقيا الأهلي دايما في المواقف الزايد وفي بطولة 1988 الأهلي تغلب على فوق الصيف بنفس الطريقة كان الأهلي خسران هناك 2-0 جي هنا جاب 2-0 للأهلي كابتن ربيع سينو وكابتن أعلق ميهوب ولعب دربات جزاء والأهلي فاز وصعب لا الأهلي خسر سعب لا خسر 2015 لا وخسر البطولة اللي أنت بطول عليه لأن احنا كسبناهم هنا 2-0 أو هم الأول كسبونا هناك 2-0 وحينا كسبناهم هنا 2-0 ودربعة 2 دربات جزاء ثاني كده 4-2 دربات جزاء لوفاك ستيف نشلين هم حتى يتفاقلوا كان تاريخي اليوم ده يوم 23 أكتوبر نفس تاريخ المباراة وهم شايفين ده مصدر الاتفاقل بالنسبة لهم أنهم يفوزوا على النادي الأهلي وتأهلوا هم هم كسبو السوبر 2015 وكسبو كمان السوبر دربات جزاء 2015 لكن عموما في كذا بطولة احنا الأهلي تغلب عليهم فيها التراجي 2001 جون كابتن سيد عبد الحفيز و2012 وصفاكسي ففي كذا بطولة احنا الأهلي قدر يأخذهم من ملعب المنافس طيب نروح نستقبل على الهاتف سريعا الأستاذ أو كابتن طبعا جهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يا كابتن جهر مساء الفل عليك مساء الفل عليك أخبارك كله تمام مساء عليك وعلى ديفاق أهلا وسهلا بحضرتك طبعا عايزين نتكلم عن بعثة النادي الأهلي في الكورة الياد طبعا في كودفور ونتائج البعثة والأمور كلها عايزين نطام من بشكل كبير جدا وكمان الاستعدادات يعني ويمكن وصلنا مبرح حجر اليوم قددوار أبيجان تحديدا من المعطف تلك ينينات لأبنى مع فريق الممتدة كدنا 35-25 كابتن عصم حماد المدير الثاني تكرر كل اللعيبة التواصدين الوقوف على الحالة التنية والبجانية لكل اللعيبة وكان معطف نجح إلى حد إيجيز وصلنا الحياة في أبيتجان وكانت انتظارنا وتقبلنا السفير محمد سروري الحمزاوي السفير مصدر أبيتجان والحياة المستفارة المكالمة ومصدر الحاملات الأهلي تشير الحياة بالستفارة المصدرية في أبيتجان التنزيق الجاي للحياة والتعاون وتسجيل العقبات ممكن احنا بعثنا كابتن هاني نجي مدير جهاز التجاري لكورت الياد أبيتجان وكان لديه تنزيق الحياة التدير مع السفارة وده أدى الوجود في حياة أولا اختمة جيدة جدا للفريق بشكل كبير الفرقة جات لقيت كل حاجة معدة طويل سواء الغرف نظيفة الأكل موجود فيها التكليفات موجودة وتأكدنا الانتقامة جيدة للعيب بالنسبة للملعب التدريب أخبارها إيه؟ النهاردة صباحا كان عندنا فريقا عند تدريب التدريب الساعة 12 ضغرا على نشط الملعب اللي هلعب عليه بوكترون معفاد الكاميروني نصر احنا فرق التوقيت ما بيننا وبين القاهرة ساعتين أقل يعني الساعة دلوقتي عندنا في أبيتجان الساعة 14 تمام 16 بالتالي كان نفس الملعب اللي هلعب عليه بوكتر نفس التوقيت اللي هنلعب فيه ونتاجه بالنسبة للعابين والنحية المعنوية بتحديد كمان عايز أتكلم عليها موحف جيتك بالنسبة للعاب النادي الأهلي قبل المشاركة في البطول والنحية المعنوية الحمد لله من طريق قبل ما يطلع تجبان مباراة التدوري نحية المعنوية جيدة جدا كالتماعثم شغال على النحية المستية إلى جانب الناحية الفنية والبجنية وجود كمان حماصة لعب ندي سموحة مع نعاب النادي الأهلي بيتي برطة دفع حماصة من اللعيدة الجائدة جدا وكننا على التزار كان في احتمالات انضمام علي زين دين ولكن قدمنا وجود العناطر الموجودة احتفاية والديادة ونحن كننا متفاعلين في إن شاء الله نرجع بإذن ذا بحثتنا نرجع بكاث البطولة الأفريقية إن شاء الله نتمنى كل تأكيد للفروس بالبطولة الأفريقية عايز أتمنى على اللعبين بالتحديد يا كابتن جوهر هل في إصابات مثلا متواجدة في الصروف الفريق دلوقتي ولا الكل خلاص مستعد سواء من ناحية البدنية من ناحية الفنية ليه خود المباراة لا الحمد لله يعني ستنقشد مفيش أي الحمد لله يعني كل العيبة الحمد لله أفتحالة بدنية وفقية ونفسية جيدة يتبقى بس نزول بقى لعيبة المباراة وأول مباراة ما هم بنتزمنة كنتها بالكاميروني فريق طعب شوية طبعا ان كانت نحن الفنية والبدنية أفضل خطير ولكن احنا بنلعب على فريق كده على الزمانة وعلى الأهل في الصوات أفرقية تمام فريق قوي نواشات كده إن شاء الله بكرة النتيجة تكون محسومة أول مصر المهم دلوقتي ناحية الفنية والمعنوية للعيبة إن شاء الله إن شاء الله طبعا نحن نعرك عندك خبرات كبيرة جدا في البطولات الأفريقية سواء مع النادي الأهل أو مع منتخب مصر بالتالي أنا عايز أسألك الرسالة اللي أنت بتوجهها للعبين وأنت أكيد قريب معاهم وموجود طبعا كرئيس باعسة معاهم الرسالة اللي أنت بتقولها لهم دايما الكلام ما بينكم بيبقى ماشي زي أو النصائحك يعني بشكل عام نا تفضل أو النصائحك يعني تفضل النواحل النواحل الفنية طبعا لكافت العاصم طبعا عماد ولكن أنا هذا وإحنا بتتكلم كافت العاصم الثاني الكلمة وتتكلمت على الناحية اللي انت قلتين عليها تحديدا النحية المعنوية والحكة الحماس والخوة مهمة جدا لأنه دايما اللي بيمايز لعيبة المدى القاعد مش بخص فوت اليد ولكن في كل الألعاب أي لعبة دايما في روح الفنية للحامرة الروح الختالية والحمسية بغض النظر انت ينتقل مثال أن كافت العاصم الحماس تحديدا كان لعب بطوات عربية بدون اللعيبة الدولية اللي كان الجيل بتاعي وكسب القطوات العربية والخوة والتأكيد والفرع كلها سرعة لأنها رجل واحد واللمة على فكرة أمير اللمة خارج الملعب بتطري جنب طبعا أكيد معنوية داخل الملعب كابتن جوهر نبيل طبعا عنده مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في كونتفور طبعا فريق فريق نادي الأهلي الكرة اليد بشكرك شكرا جزيلا عن عهدية المداخلة القايمة وطميننا بشكل كبير على بعثة النادي الأهلي لكرة اليد رجال والذي ستشارك في البطولة الأفريقية وعنده أول مباراة بكرة مع بطل الكاميرو إن شاء الله تكون بداية لانطلاقة قوية في هذه البطولة بالنسبة لرجال اليد بالنادي الأهلي طبعا كابتن أو أستاذ محمد طبعا أستاذ عماد أنور في البداية عايزين نتكلم أو كلم نخلاص عن النادي الأهلي عايزين نواصل حديثنا عن هذا الملف بالتحديد وكل الاستعادات لهذه المباراة شايف أن الفرص بالنسبة لنادي الأهلي كبيرة إن شاء الله خصوصا إن النتيجة 2-0 نتيجة مطمئنة في البداية ولا نتيجة شايفها صعبة شاء الله لا هي أكيد نتيجة مطمئنة لأن الأهلي أنا زي ما قلت لك قبل كده إن الأهلي عمل عمل متشاط أكوى من كده وكان هو متأخر في المرات الزهاب فدلوتي هو رايح هو كسبان 2-0 فأكيد فرصه أكبر خصوصا بعد رجوع كل لعيبة المصابين فهيبدأ يعتمد بشكل كبير على التشكيل الأسية رجع حسام عشور رجع سعد سمير رجع عمر السلية وحتى لعيبة الدوليين رجعه فده هيدي قوة للأهلي إنه يبقى لين غلبة على فريق هوكس ديف لكن هتبقى صعومة بس في حكاية الجماهيرية هناك إنه يلعب على الملعب المنافس فالجماهير الجزائر بتبقى فيها قوي شوية فاللعيبة بس محتاجة يبقى فيه سبات في الملعب ما تستعجلش الفوز تأمن أكتر الدفاع عشان يخش فيها جون بدري عشان ما يهزش الصفوف بي يعني نفسية العيب تمام متفاعل يعني جدا إن شاء الله إن شاء الله البطولة دي تمفروض أنها من أسهل البطولات للأهلي ياخدها مستريح جدا يعني حقق اللقب التاسع يعني مشواروا فيها مشواروا فيها بطول البطولة لا فيها حاجات كتيرة وتخطى وتخطى عقوبات كتيرة جدا بتقول إن الأهلي يقدر دلوقتي أول لعيبة كلها والجهاز الفني محتاج محتاج البطولة دي والجماهير قبل الأهلي أكيد طبعا يا بطولة أكيد وحشت كل جمهوري نادي الأهلي بقى لنا خمس سنين ده عدد تبير عتاك بنجل جمهوري نادي الأهلي إن بطولة أفريكيا تكون غيبة طب ده بالنسبة لنادي الأهلي عايزين نروح نتكلم عن المنتخب المصري والليفاس بثلاث مباريات تالية في تصفيات المؤهلة الأمم الأفريكية 2019 رأيك في الأداء وفي النتائج من خلال سواء مباراة ناينجر أو مباراة السواتي مبدئيا طبعا أهم حاجة أننا بشكل كبير بصورة كبيرة قوي صعادنا الأمم الأفريكية مع المنتخب تونس عن مجموعة العاشر لكن بشكل رسمي خلاص بشكل رسمي لكن هقول فنيا أنا مش قدر أحكم على مستوى المنتخب لأنه قابل فرقتين في الآخر متوضعين شويا أنت كسبان في مطش 6 ومطش 4 يعني لا أقدر أحكم أن هذا الفريق القوي الذي أقدر أحكم على منتخب مصر منه المحاكة الرئيسية هيبقى في مطش تونس الجاي هنقول بقى على المستوى اللعيبة لأ فيه فيه تغيير كبير جدا في الأداء فيه تغيير هجومي شايفين يعني إسكان أحمد المحمدي أو أيمان أشرف من الجنبين بيكمله بيعمله كرات عرضية كتير ودي بتساهم كتير جدا في إحراز أهداف شايفين حتى محمد النيني بيتقدم كتير جدا عما كان في المرات الفاتت لا فيه شكل هجومي أكتر لكن أنا رأيي أنه هيبان مستوى منتخب مصر الحقيقي قدام في مرات ونسل حتى لو كان المنتخبين صعدوا خاص بشكل رسمي ممكن يكون المطش يعني تحصيل حاصل مبقاش فيه جدية بشكل كبير بالعكس المطشات دي مهمة جدا أنه يجرب أكتر من لعيب أنه يثبت على تشكيلة أساسية أنه يشوف هو محتاج إيه لأن أنت مش مجرد أسوات بس أنت داخل على الطولة في الأسانة الجاية داخل على الطولة فمحتاج ترسع على تشكيلة أساسية ترسع على لعيب أكبار خاصة أن أنت بنزل بالسن بمعدلات الأعمار بتاعت العيبة فمحتاج تشوف هتضيف مين تاني هتستغنى عن مين الفترة الجاية كلها هي بتاعت كده أعتقد برضو من الأخبار اللي احنا تناولناها خلال الحلقة وهي خاصة بأن مستر أجيري طلب أنه يواجه منتخابات كبيرة زي الأرجنتين كرواتيا البرازيل أسبانيا أكيد الأمور دي هتكون مهمة المباراة دي هتكون مهمة من نسبة المنتخب لارتفاع مستوى اللاعبين أنت بتعمل احتكاكات أكيد قوية حتى تعالي المستوى شوية عكس أن أنت بتلعب مع فرق ضعيفة كسبتهم مؤخرا يعني ممكن تفجئ بفريق قوي لا تجد نفسك بالمستوى المطلوب طبعا وهذا حصل في جهاز كوب انستر كوبر نحكم من التفاجئ لما تلعب منتخبات كبيرة مثل برطغال مثلا لا نحن بنبقي شكل ثاني خالص في الملعب طبعا مفيد جدا أن نتلعب مع منتخب منتخبات أوروبية هايحصل ده طبعا معسكر نهائي أو آخر جولة في تصفات ستبقى في مارس بعدها انت محتاج تدخل معسكر مغلق يبقى السعداد الأخير للكاميرون محتاج طبعا تقابل مدارس قروية كتيرة وخصوصا الأوروبية بتبقى أكتر سرعة من نحن في الآخر منتخبات الأفريقية احنا حفزنها أكتر لعبنا كتير الفرق اللعيبة اللعيبة الموجودة في المنتخبات هي لعيبة الأهل هي لعيبة الزمالك اللعيبة اللعيبة اللعيب في الدوريات اللعيب في البطولات الأفريقية القرية فأكيد عندها خلفية أكتر عن منتخبات القرى الأفريقية لكن منتخبات أوروبا هتدينا حاجة تانية نحن نتعامل مع السرعة نتعامل مع خطة لعبة تانية نتعامل مع نقل الكرة بشكل محترف أكتر في الآخرة تبقى إضافة غير أن منتخبات القرى الأفريقية احنا أخذين عليها كلها بشكل دير شخصك يكون في مدارس مختلفة يعني منتخب يستفد منه طبعا طيب عايزة أخذ حضرتك لجزئية أخرى وهي خاصة بقرار اتحاد شمال أفريقيا بأن يكون اللعبين المحليين أو اللعبين المتوجدين سواء في مصر و تونس و المغرب كل في شمال أفريقيا لا يعتبروا لاعبين محترفين يعتبروا محليين للنسبة لكل الأنبياء شايف القرار ده هيكون مناسب لمصر بالتحديد والمنتخب الوطني بس الجرار ده في شقين أولا من القرار ده في تعارض لأن تلع أول حد قال الكابتنا سواعد الفتاح و ده مجالس دارة اتحاد الكورة قال إنه هو يطبق من يناير الكابتنا هنا بريده قال من ثلاثة أيام إن ده نحن نريس بنادي في الموضوع ففي تعارض في الموضوع لماذا تعارض ده موجود دائما في تحديد الكورة مش عارف المفروض يبقى فيه صوت واحد هو اللي بيقول القرار كرار زي ده مش قرار أولي اللي كان فيه خمس دول حضرة اجتماع الجامعية العمومية الفشوارم الشيخ فأكيد إحنا قعدوا مع رؤساء اتحادات الخمس دول دول المغرب تونس الجزائر ليبيا مصر أكيد ده كان مجرد اكتراح واضح إن ده كان مجرد اكتراح فإن يخرج حد من اتحاد الكورة يقول إن إحنا هنطبق ده دولا عن باقية الدول ده غريبة شوية لازم فيه بس كالي أقول حرارك يعني معظم الدول اللي في شمال أفريكيا وفقت مبدئين مصر يعني سمعنا الكابتر عصر وفتاح قال إن مصر خلاص في التجاهل الموافقة وبعد كده الكابتر يعني رئيس الاتحاد فمش عاكين يعني تضارب ده عموما تضارب ده يسأل عنه اتحاد الكورة يعني ورئيس الاتحاد الكورة لكن من ناحية الكرار الكرار ليه شقين اتحاد التونسي بالنسبة وفق شاكل رأس هو ليه شقين شق دعم أو تلاحم عربي أنت لو عملنا كده أنا شايف أنه يبقى تلاحم عربي يبقى فيه قوة حتى على مستوى التحاد الأفريكي والتحاد الدولي يبقى ليه قوة تسويتية يبقى ليه قوة تقدر تطلب تقدر تنظم بطولات وتسويت يعني بدل ما نبقى نقول إيه مصر مثلا مترشحها لتنظم بطولة كذا ففي التسويت نبقى عاديم مرتبين تونس سوادت لمصر المغرب سوادت لمصر لا أعتقد الحقيقة يبقى حقيقة شوية يبقى حقيقة أكثر على المستوى الفني لازم يبقى مدروس لازم مدروس عشان ما يجرش على حقوق اللعيبة المصريين لأن أنت بتتكلم لازم تقول عدد اللعيبة قد إيه يعني أنا هتكلم مثلا ثلاثة لعيبة وهجيب ثلاثة تاني محترفين فأنت عندك فيه ستة لعيبة كده من أصل 18 لعيب مثلا في السكورشيت فدي هتقلل فرص اللعيبة المصريين كتير طب الموضوع ده ممكن يكون لعلاقة بالفكرة يعني سمعناها مؤخرا أن يكون فيه ملف مشارك لاستضافة أو لتنظيم بطولة كأس العالم ما بين مصر والمغرب وتونس يعني ممكن يكون موضوع لعلاقة طبعا وغير التباديب داية لتعاون كبير جدا على مستوى الأندية ومتخبات دول الشمال الأفريكي طبعا طبعا يعني أنت مع القرار ومش معي لا أنا مع القرار في حالة لو كان في الدراسة يعني يحدد لي عدد لعيبة كام العدد يعني عدد لعيبة ومش أكتر من اثنين لعيبة انت انت الآن اللي فاتت عملت كده مع لعيبة السوريين واللعيبة الفلسطينيين يعني ما فيش جديد ما أضفوش جديد حتى لو اثنين لعيبة بس يعني أنت لو جبت مثلا اثنين لعيبة من شمال أفريكي هيتطبروا محليين طبعا انت هيفضل ليك أربع لعيبة أجنب ممكن نجيبها يعني عدد ست لعيبين أعتقد كتير برده أنا بيقول لك هوا كتير أنا بيقول لك هوا كتير بس انت بقى حددتها بالمشاركة يبقى فيه كام لعب في الملعب وانت ممكن لعيبة المحترفين لو الأربعة بس الفكرة دي مش نجحة يعني كان عاملينها السنة الفاتت انت تلت لعيبة يشاركوا وعندك لعيب رابع موجود سواء من ناحية المادية كمان بالنسبة للأندي بتبقى انت مرهق جدا مدام تجيب لعيب مبالذ كبيرة وفي الاخر ما عادوا عددك عشان انت عندك تلاتة قريدي متأجدين في القائمة هيلعبه فأعتقد الموضوع ده برضو شائك أنا أوافق عليها لو هتخدم الحتة اللي انت بتقول عليها ان احنا نبدأ نتعاون ان احنا ننظم بطولات كبيرة أوافق عليها دي بس لازم تكون مدروسة ويكون اللعيبة بتاعتي بتاعة الدولة الأصليين يعني ياخدوا فرصته طيب احنا سؤال حلقتنا النهاردة هو هل تتوقع ان يكون او ان مصر تقدر تصنع نجم أخر زي محمد صلاح وده اكيد هنتناول ردود أفعال لجمهورنا على صفحات الأهلي او قناة الأهلي مختلفة لكن انت شايف ايه الجزء ايه دي بتحديد هو محدث صنع محمد صلاح في مصر عشانا قبر أقول محدث صنع محمد صلاح لا لا طبعا محمد صلاح هو هو رجل اكتهد بينه نفسه طبعا النادي المقولين لي علي فضل ان هو تدرب فيه بس محدث شوف مصر صنع محمد صلاح خالص لا طب لو عايزين نعمل انا قدر اقول ان انا عندي نجم كبير اسم محمد صلاح اقدر اقول انا عايز اعمل ناس زي اقدر اعمل بقى اكاديمية اقدر اعمل اي مشروع للشباب محترفين اقدر اقول ان اثقافهم بقى رياضيا واثقافهم اجتماعيا اثقافهم زي يتعاملوا مع كرة القدم مع التدريبات مع صفارهم كل ده انما مش هقول ان مصر عمل محمد صلاح فغيره هيعمل طب شايف اي فيه لعيب بروميسنج في مصر الفترة دي اللي ممكن نتبنق له يعني ان هو نتنبأ لي ان هو يكون لعيب زي محمد صلاح كده بقى فيه لعيب لعب المرشو اللي فات بعمتخب مصر اسمه احمد محمود ده لعب ودي دجلة احمد محمود ده لعب ودي دجلة ده لعب ممتاز جدا لعب ممتاز جدا ولسه صغير ويريت نبدأ بالوقت نشوف اللعيب اللي زي ديت نشتغل عليها نتنصحوا ان هو يحترف برا انا انصح اي اللي يجي الاهلي الاول يحترف برا لا اللي يجي الاهلي علي غزال علي غزال ان شاء الله طيب خلينا نشوف تفاعل جمهور النادي الاهلي على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا نبتدي بفيس بوك طبعا السؤال زي ما احنا عارفين من وجهة نظرة كالتا سطيع مصر صناعة نجم اخر زي محمد صلاح علاء حامد قال طبعا ممكن مفيش مستحيل في كرة القدم وزي ما الاهلي بيصنع كل فترة اجيال بتتكتب فيه التاريخ في مصر تقدر تطلع اجيال زي صلاح وصلاح مش هيكون اخر اللاعب يصل العالمية ربنا اتمنى اكيد محمد نصر قال طبعا نصر فيها مواهد كتير بس لازم تكون عقلية وفكر وتموح واسرار اللاعب واسرار اللاعب مثل محمد صلاح ما العلم ان محمد صلاح حسن اللاعب في تاريخ من جهة الارقام والشهرة واللعب ايضا طيب محمد رقفة قال ممكن ليه لا فيه لعبين كتير زي محمد صلاح وافضل كمان ولكن عايزين اللي يكتشفهم وياريت البعد عن الوسطى مش في الكرة لان لعبة الكرة عايزة موهبين مش اكتر وتحاتي لك يا محمد وعلى فكرة مفيش وصطى في الكرة صعب احمد عبد الحليم ايوة طبعا بس يهتموا بالناشئين وخاصة ناشئين في الدرجة التانية محمد فريد مصر ولادة من قبل محمد صلاح كان خطيب وحسن شحية والتريكة عضالة محمود قال نعم نستطيع وان شاء الله البوادر اهلوية عاي عبد الخالي ابراهيم قال قولا واحدا لا تشايم او يعلي احمد شرف قال هي موهبة مش صنع اسلام عبد الوهاب قال ممكن بس بشرط الالتزام محمد شعبان قال ممكن بس بعد فترة كبيرة عطالة حسين قال اكيد طبعا مصر فيها موهب كتير نروح نشوف تويتر الجماهير النادي الاهلي قالت ايه فارس عضالة قال انا شايف ان مصر فيها موهب كتير جدا بس عايزين حد يشتغل عليها ويوصلهم زي محمد صلاح كده وسيد الجندي قال مصر مليئة بالمهارات بس تختلف العقلية فعقلية اللاعبين هي اساس النجاح انا معافر رأي ده احمد قال المهم عقلية اللاعب عاوز يجي الزمالك او الاهلي ولا يخرج باحتراف اوروبا هو ده اللي حدد محمد سيد فيه مواهب كتير قوي في مصر من الممكن ان يكونوا زي صلاح واكتر بس محتاجين اهتمام اكبر من كل المسؤولين عن الرياضة في مصر والامثلة كتير زي صلاح محسن محمد هاني ونصر ماهر وطهر محمد طهر ونصطفى محمد الاخ حلمي كمان قال احلى مسع عليك امير حبيبي حلمي وسأل فل عليك انا شايف ان مصر فيها مواهب كتير جدا بس عايزين حد يشتغل عليهم ووصلهم زي محمد صلاح كده نادل بيبقى قالت اه صلاح محسن لاعب كويس اوي طبعا صلاح محسن من ضمن المواهب الجيدة شاهد محمد قالت اتمنى صلاح محسن لاعب جامد اوي وليه مستقبل محمد احمد نوح قال طبعا نقدر ومصر تقدر دايما بتصنع أبطال سامح سالم قال ان شاء الله مصر تقدر تعمل اي حاجة بس لازم يكون فيه بلان ويطبق وده حقيقي احمد اسماعيل قال مسائل خير عليك يا استاذ امير مسائل فل عليك يا احمد وعلى دفق ماشي من وجهة نظري ان مصر فيها مواهب كتير وفي كل مكان في مصر فيه مواهب وجوه شباب امكانيات كبيرة بس لازم للأسف مفيش اهتمام او تصعيد لهم لكن في الاهلي منظومة قطاع نشئين تسير نحو التجاه الصحيح على انستجرام كمان احمد حلمي قال نعم فيها مواهب كتير بس عايزين حد يشتغل على المواهب دي ويوصلهم زي محمد صلاح ناخد كمان اماني على انستجرام قالت صلاح نموذج لناس كتير احمد حسن قال في رأي مصر فيها نجوم كتير جدا شاهد عماد قالت الصراحة في مليون محمد صلاح في مصر مش متفاعل انت بموضوع ان احنا ممكن نجيب لعيد تاني زي محمد صلاح كده لا 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 بل عاكس متفاعل جدا ان اعملنا خطة كويسة واشتغلنا على لعيبة وعلى عقلقتها وزي يتقبلوا فكرة الاحتراف في سن صغيرة لا متفاعل جدا طب بالنسبة صلاح رأيك في ايه السنة دي وبدايته مع ليفر بول مقارنة بالبداية المسم الماضي مع ليفر بول هي المشكلة دلوقتي في المقارنة صلاح المسم اللي فات جاب اكتر من اربعين جون فالناس والله مستنية دلوقتي ان يحصل ده فانت بتكلم بعد تسع مطشوات في الدور الانجليزي صلاح جاب جونين الناس مستعجلة انا رأي ان احنا نسنده اكتر ما نرقبه يعني احنا محمد صلاح عمل حالة وعمل طفرة في الكرة المصرية وحقق مفيش حد حقق اللي حققه محمد صلاح احنا محتاجين نسنده وندعمه اكتر ما نرقبه ونعدله اللي جوان اللي بيجيبها وارد مستوي اللي في مطشواتنين وفي موسم حتى وارد يحصل ده كل بس احنا مناحكمش عليه يعني مناقلش انتهى مناقلش خلاص مناقلش كان ظاهرة ماينفعش احنا نقول كده لحد ومانقلش من انجاز مش معنويات وفي بصحة صلاح في ميزة كويسة جدا انا شايف ان هو بيقدر نفسيا يتعامل مع ضغوط ميزة مهمة اه جدا ميزة مهمة وفي كل المشاكل اللي حصلت له هو قدر يخرج من دوت بالعقلية اللي هو الاحترافية اللي هو اللي هو مرر نفسه عليها لكن احنا مايبقاش دورنا كجماهير او كدعمين او كمصريين ان احنا نوعد نقول لا اصل هو ظاهرة وانتهت او كده لا خالص احنا نقوله انت تقدر تدي تاني احنا نقول مستنين منه تاني اه مستنين منه تاني طبعا ان شاء الله اكيد ده نتمنى لكل تفق النهاردة او منذ قليل كان فيه مباراة الكرة الصلاة في اولمبياد الشباب بالارجنتين منتخب مصر قدر ان يفوز على الارجنتين هناك في بلدهم بنتيجة اربعة تلاتة انجاز اكيد ده كبير جدا او عفوا كمان خمسة اربعة مشة اربعة تلاتة او جاب برونزية او المدالية برونزية او طبعا ده انجاز كبير جدا واحنا البعث البعث الشباب ماشي بشكل كويس جدا الحد مبارح كانت متصدرة التصنيف العربي ورقم تلاتة على افريقيا 18 مدالية الحد اله ويضيف عليها انجاز كورة القدم ده اكيد انجاز كبير جدا احنا نشتغل عليه من دلوقتي تصور خاصة بالفوز النهاردة على منتخب الارجنتين من نسبة منتخب مصر كورة الصلاة يعني خمسة اربعة احنا بس نبدأ نشتغل من دلوقتي على الشباب ديت لان نأهله من الولمبيات اللي بعد كده ما يبقاش مجرد أسماء رانانة تلعت في وقتها وبعدين بانيها اختفت تمام لعب كورة الصلاة يصلح ان هو يلعب حد اشارات العكس او ناما دي لأ العكس او العكس او يعني اللعبين اللي بيتقلقوا دول شايفينهم ممكن يعني ما ترشعر عمود عبدالحكيم لعب بس لعب عبدالحكيم كتير جدا بس ما يبديش مجهود السرعة والجاري زي ما كان بي لعب في السبب بس اعتقد ان ناحية بدنيئة تيجي مع التدريبات لا هي لها لها علاقة ببعد ملعب بفكر بنقل كورة اكتر ان تلعب في حتة ديئة اكتر ما تلعب في ملعب كبير بيبقى شغله اكتر مهاري مش لعب تعتمد عليه انه يعمل لك كورة عرضية كذا كذا لما انا شايف ان العكس هو الصحيح من الملعب الكبير الكورة الصلاة اوكي العكس شايفه صعب شوية صعب شوية طيب اخيرا وانا بختم معاك عايز منك رسالة او ايه المطلوب بالنسبة اللعب النادي الاهلي عايز اختم بالنادي الاهلي كالعان لان احنا خلاص في عدة تنزلي للمباراة المرتقبة امام فريق فاكس طيف المطلوب من لعابة النادي الاهلي قبل هذه المباراة ورسالة لحب توجه لهم مطلوب من لعابة الاهلي ما يبقىش فيه استعجال يبقى فيه سبات في الملعب ما نتأثرش خالص بتواجد الجماهير الجزائرية واهم من دا ودا نفتكر ان احنا جبنا البطولة في سنين كتير قوي واحنا كان فيه شبه يأس ونفتكر الاهلي والصفاكسي اه ونفتكر الاهلي والصفاكسي اذا كان هناك نصف النهائي تعليلنا هنا 0-0 وهناك واحد وحد بهذهب سيد عبدالرفيد انا شخص ان شاء الله نكرر الانجاز والاهلي يسعد ويأخذ الكاس كما البطولة التاسعة ان شاء الله تحرق ان شاء الله توقعتك النتية هي نورة العرب دي صعب اوي بس ان شاء الله الاهلي يختفجون يا رب ان شاء الله الاهلي يختفجون ان شاء الله يختفجون استاذ عماد أنور طبعا الناقد الرياضي بالأهرام العربي ده كان لقاءنا مع أستاذ عماد أنور وأكيد اتكلمنا على بعض الأمور الخاصة بالقراء المصرية بشكل عام ودي كانت فقراتنا كمان من برنامج كلام في الميديا النهاردة استنونا إن شاء الله يوم مستبت بكرة أجازة المستبت ستكون معكم زميلتي العزيزة شيمة صابر وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا إلى اللقاء اشتركوا في القناة